بسم الله الرحمن الرحيم أقر مجلس الوزراء تكريم لاعب المنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم بقطع أراض سكنية مجانية بمساحة 200 متر مربع ومنحة شهرية مقدارها 400 ألف دينار لكل منهم على وفق المادة 3 ثانيا جين من قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم 6 لسنة 2013 لحصولهم على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة وتأخلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس كما أقر تكريم الملاك التدريبي للمنتخب العراقي الأولمبي بكرة القدم بقطع أراض سكنية بمساحة 200 متر مربع لكل منهم وكذلك تكريم الرباع العراقي علي عمار يسر بقطعة أرض مساحة 200 متر مربع لتأخله إلى أولمبياد باريس واستثناء المشار إليهم من شرطي مسقط الرأس والاستفادة السابقة وافق مجلس الوزرائي على تخصيص وزارة المالية مبلغ 56 مليار و375 مليون دينار إلى وزارة الدفاع وفق ما مثبت في كتاب الوزارة المؤرخ في 30 آيار 2024 لأعمال التأهيل الضرورية والمهمة لإسناد قطعات الجيش ضمن موازنة وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة التخطيط وضمنه متابعة مجلس الوزراء للمشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية أقر مجلس الوزراء استحداث مكون الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية ضمن مشروع إعداد التصاميم والتدقيق للأعمال التكميلية لمشاريع خطوط السكك وزيادة الكلفة الكلية للمشروع آنثا وبشأن تنظيم عمل العمالة الوافدة أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني 23602 بشأن دراسة مدة تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة المقدمة من وزارة الداخلية في 24 شباط 2024 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأنها وفي مجال الاستثمار وتنظيمه أقر مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على تعديل تعريف الإقليم المبين ذكره في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية استنادا إلى أحكام الدستور على أن يكون جزءا لا يتجزأ عن الاتفاقية المذكورة آنفا وكذلك على إحالة مشروع الاتفاقية المذكورة آنفا بعد التوقيع عليه بين البلدين إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عليها وفق ما نص عليه قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 أقر مجلس الوزرائي توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية 24006 التي تؤكد تنفيذ وزارة النفط شركة سومو ما جاء في قرار مجلس الوزراء المرقم 23 1559 لسنة 2023 بالتعاقد المباشر مع شركة ناقلات النفط العراقية التابعة إلى وزارة النفط والشركة العامة للنقل البحري التابعة إلى وزارة النقل لنقل وخزن المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار 70% لشركة ناقلات النفط العراقية و30% للشركة العامة للنقل البحري أزاء مراحل العمل كافة النقل والخزن للمنتوجات النفطية بمختلف الوسائل وفي إطار متابعة أحوال منطقة سنجار وإعمار المناطق المحررة وافق مجلس الوزرائي على تعديل الفقر ستة من قرار مجلس الوزراء 24 043 لسنة 2024 لتصبح بحسب الآتي أولاً إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقر ستة من قرار مجلس الوزراء 24 043 لسنة 2024 من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار محافظة نينوة ثانياً تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظة نينوة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوة بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصراً بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توفرها لهم ثالثاً تنفيذ محافظة نينوة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوة وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب ما جاء في قرار مجلس الوزراء أربعة وعشرين ألف وثلاثة وأربعين لسنة ألفين واربعة وعشرين المتضمن إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض موضوع البحث من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة ألفين وثلاثة وعشرين وفي مجال تنظيم استثمار الثروة النفطية وعمل الشركات المستثمرة بهذا القطاع أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني رقم ثلاثة لسنة ألفين واربعة وعشرين وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي أولا ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم 64 لسنة ألفين وسبعة وتعديلاته وتثبيت ذلك في العقد الذي سيبرم بين المستثمر ووزارة النفط ثانيا إلزام المستثمر عقديا بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة البيضاء لا تقل عن 80% من النفط المجحز للمصفى المذكور ثالثا إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية يورو فايف رابعا قيام وزارة النفط بالتفاوض مع المستثمر بشراء المشتقات النفطية النفطية البيضاء المذكورة آنفا على وفق ما جاء في القانون وبالطريقة التي تحقق المردود الاقتصادي للوزارة وبالأسعار والمعايير المعتمدة لدى شركة تسويق النفط سومو وشركة توزيع المنتجات النفطية مع التأكيد أن النموذج المعروض بصيغة بي أو أو لا يستلزم النظر إلى كلفة الاستثمار كعامل أساس كون المشروع سيبقى مملوكا للمستثمر وتتم المقارنة بالأسعار العالمية أو السائدة إلا في حالة تغيير طبيعة الاستثمار من صيغة بي أو أو إلى صيغة بي أو تي فيأخذ بالحسباني كفترات استرداد ومحسوب مع عمر الاستثمار خامسا قيام وزارة النفط بمتابعة تنفيذ المشروعي على وفق القانون ونصوص العقد الموقع المذكور سادسا قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة لأجل التسريع في إقامة المشروع لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كاركوك اقتصاديا سابعا قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية أن تكون طاقة المشروع بحدود 150 ألف برميل على وفق التصاميم المتوفرة لديها وبعد احتساب الموازنة للنفط المتوفر في كاركوك وافق مجلس الوزرائي على تعديل قراره المرقم 24207 لسنة 2024 بخصوص إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتوصيات لجنة الأمر الديواني 23942 بشأن الديون الخارجية لتصبح بحسب الآتي أولا رفع الفقر الثاني المتضمنة مشاريع القروض المتلكئة الموصى بإلغائها الخاصة بمشروع مجار الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية أي FD ورصد تخصيصات مالية مقدارها 10 ملايين دولار لعام 2024 لحين إعادة النظري بالمشروع وإكمال المفاوضات مع الجانب الفرنسي ثانيا تعديل المبالغ المثبتة في نص المادة الثانية العجز 1 على باء 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لرصد تمويل 10 ملايين دولار لمشروع مجار الخالدية لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ثالثا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي يتم أدراج المشروعين موضوع البحث ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة وإنهاء ملفاتها وتحيئة مستلزمات استكمالها أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولا زيادة مقدار الاحتياط في مقاولة جسر القارضية في محافظة واسط ثانيا زيادة كلفة مشروع إنشاء جسر الكوت الثاني ومقترباته وجسر القارضية والطريق الحولي بطول 30 كيلومتر ثالثا زيادة مقدار الاحتياط لمكون تطوير باب الخان وباب بغداد بطول 7 كيلومتر ضمن مشروع تبليط وتطوير شوارع في مركز كربلاء على ميم 3 وإنشاء الطريق الرابط الجنوبي على ميم 2 وتغليف مبزل الكرة وفروعه في مركز المحافظة المرحلة الأولى وزيادة الكلفة الكلية للمشروع رابعا زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز محولة قدرة 31.5% MVA في مركز قضاء سوق الشيوخ لمحافظة الذقار خامسا زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء بناية متعددة الطوابق مع مصرف في مركز وزارة الداخلية وزيادة الكلفة الكلية للمشروع شكرا